السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بقال في خير وصحة وسلامة انتو كل حبابكم ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون نجحة ومحققة كل اللي انتو بتتمنوا بي النهاردة جايين نتكلم عن مرض ما تكلمناش عنه قبل كده على القناة ولا مرة في طول السنين اللي فاتت مرض التهاب الامعاء الفيروسي عند البط وكمان عند الوز هو بيجي للبط وبيجي للوز وبرضو بيتسمى طعون البط وده مرض فيروسي من نوع هيربس بيصيب البط والوز وشديد الوبائية وسريع الانتشار وبيصيب كل الاعمار وبيسبب خسائر فادحة وسريعة في تفاصيل كتير قوي عن المرض ده لما بنعرفها هنخاف منه قوي لانه علاجه صعب ويه لما بيحصل بتبقى اعراضه سريعة وبعدها نفوق سريع ومفاجئ ففي تفاصيل كتير لازم نحكي عنها في المرض ده ونفهمه كويس جدا علشان نعرف نعالجه ونحل المشكلة سواء كانت موجودة عندنا او حتى نقي الطيور من المشكلة لو مش موجودة عندنا كل اللي عليك دلوقتي تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة واتفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة عن طريق اشعارات مباشرة لك من اليوتيوب ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول المرض ده بينتقل من الطيور البرية غالبا من الجثث الميتة او النافقة للطيور التانية السليمة يعني يكون في طائر ميت كده وطائر سليم يقرب منه فياخد منه المرض وبرضو بينتقل عن طريق المجاري المائية الملوثة او عن طريق العلف الملوث دي حاجات الاشع والمنتشرة اللي بتخلي المرض ده ينتقل او يظهر عندك في القطيع بتاعك نقولهم تاني عشان مهمين جدا عشان نخلي بالنا منهم الطيور النافقة اللي ماتت دي ممكن تعدي الطيور السليمة اللي حية فلازم نتخلص من الطيور النافقة برضو المجاري المائية الملوثة لو في مصدر مجاري كده قريب من الطيور يبعد عنه الطائر مباشرة وبرضو العلف الملوث لازم نخب بالنا من جودة العلف وجودة المكان بتاع العلف والوعاء اللي فيه او العلفات اللي فيه وكمان جودة المكان عموما اللي بيأكل فيه الطائر المرض ده فترة حضانته بتتراوح من 3 ل 7 أيام فترة الحضانة دي اللي هو ممكن ما بيظهرش فيها أعراض قوي من 3 ل 7 أيام بعد ما بتظهر الأعراض بيحصل نفوق شديد ومفاجئ مع استمرار النفوق لفترة طويلة وطبعا للأسف العلامة المميزة الأكثر يعني تمييزة للمرض هي النفوق لذلك انت لازم تلاحظ وتراقب الأعراض اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي علشان أول ما تلاقي أي عرض منهم تبدأ تقلق وتفكر في حل المشكلة وتفكر انه ممكن يكون هو ده المرض اللي موجود فيه الطائر وهو التهاب الأمعاء الفيروسي الأعراض بتبدأ بضعف عام وإنعدام في الرؤية وتدلي في الأجنحة وفقدان للقدرة على الحركة وبيبقى المنقار كده لونه أزرق وبيبقى فيه بقع دموية عند فتحة المجمع أو فتحة الإخراج وبيبقى فيه إسهال مائي بيبلل منطقة المجمع والطيور بيبقى عندها عطش شديد جدا وبتشرب أكتر من الأول وبيبقى فيه إفرازات كده في العين والأنف بتلاقي حاجات بتنزل كده غريبة أول مرة تشوفها من عند العين ومن عند الأنف وبيبقى فيه جفاف وفقدان للسوائل وبعد كده بيحصل النفوق زي ما قلنا في فترة الحضانة من 3 ل7 أيام لما تلاقي الأعراض دي موجودة لازم تسارعها لحل المشكلة وتروح للطبيب البطري وتعرف منه إيه المشكلة أو تتأكد إنه هو ده المرض اللي هو التهاب الأمعاء ولا إيه المشكلة بالزبط عند الإنف بيبقى فيه انخفاض شديد في إنتاج البيض طبعا وعند الذكور بيبقى فيه بروز كده بروز للعضو الذكري وانقلاب في العضو الذكري بيبقى بالز ومنقلب فدي أعراض تخص الإناث والذكور لكل واحد منهم على أحدا علشان تحل المشكلة دي لازم أول حاجة زي ما قلنا تلاقي الطيور المصابة اللي عندك تعزلها عن الطيور السليمة لو فيه طيور ميتة أو أي حاجة في المكان لازم تتخلص منها على طول وما تسيبهاش في المكان وأنسى بطريقة للتخلص من الطيور الميتة هو الحرق وبعد كده تطهير عام للمكان كله أول ما تلاقي الأعراض دي هتاخد الطيور المصابة دي اللي هي يعني أنت تأكدت خلاص أن هي فيها المرض وعزلتها لازم تطبق عليها بقى كل الإجراءات بأنك تديها اللقاح الخاص بالفيروس لكل الطيور المصابة وكمان الطيور اللي كانت جنبها يعني تحسبا ممكن يكونوا لسه في فترة الحضانة وما ظهرش عليهم أعراض تديهم برضو التحصيل وعنده حدوث المرض لازم نطبق باقي الإجراءات اللي هي يعني نتخلص من جسس الطيور بالحرق وانطهر السقايات والمعالف ونخلي مياها الشرب متجددة دايما وموجودة ونضيفة المكان كله يتطهر ما يبقاش فيه أي وسيلة للتلوث نراعي 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 إن المكان لتاع الطيور اللي لسه ما تصابتش وما جاش ليها عدوى يكون نضيف ننظفهم كل حاجة وما ندخلش عليهم الطيور المصابة غير لما تتعالج واللقاح مهم نديه لكله اللقاح نديه لكله سواء للطيور اللي اتصابت أو الطيور اللي لسه ما تصابتش لأنه بنسبة كبيرة ممكن يكون انتقل لكن مش واضح قوي في بدايته وكل طائر طبعا بينتقل له المرض في وقت معين مش كلهم اتصابوا في نفس الوقت فممكن حد بان عليه وحد لسه ما بنش عليه فأنت بتدي اللقاح لكله علشان تطمن إن الطيور بتاعتك كلها إن شاء الله اللي لحقته منها هيكون سليم واللي لسه هتبدأ في معالجته إن شاء الله هيطلع كويس والعلاج هجيب معاه النتيجة التغذية بقى والأكل والحاجات دي يعني هي العامل المساعد التاني فحل مشكلة التهاب إلا معا يعني لما تكون المعدة ملتهبة لازم نكتر من الخضروات يعني على قد ما نقدر الخضروات لازم تكون كتير 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 في الفترة دي خصوصا كمان في الحر اللي احنا في ده لازم يكون في خضروات لازم تخلي الميا دايما بردة مش سخنة تجددها باستمرار علشان نعالج الالتهاب ده ويبقى الأكل والخضروات نازلة تطهر ويترتب الأمعاء ما تزودش الالتهاب عليها لأن ده مرض فيروسي لازم نتعامل كمان مع أعراضه ومش بس هندي لك اللقاح بتاع المرض فنحل المشكلة لا ده مرض فيروسي هنتعمل مع أعراضه ونحاول نرتب الالتهاب اللي عند الطائر وفي نفس الوقت هنديهم اللقاح وبكده انت عرفت كل التفاصيل اللي لازم تعرفها عن مرض التهاب الأمعاء وزي ما قلنا هو بيجي للبط وي للوز ولازم نسارع جدا أول ما نلاحظ الأعراض دي علشان نحلها وإن شاء الله ربنا يتمم السلامة لكل المربيين ولكل الطيور بتاعتهم ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول عن طريق إشعارات مباشرة لك من اليوتيوب وتعمل تعليق على الفيديو ده بأي مشكلة بتواجهك أو أي حاجة عايزنا نتكلم فيها على قناة طيور فوق السطح ونشوفكم على ألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته